2 يونيو بس عام 1961 لأهلي فاز بكاس الجمهورية العربية المتحدة بعد الفوز على أهلي دمشق كانت النتيجة 4-1 أحرز أهداف الأهلي هدفين لطهى إسماعيل اسم كبير طبعا وهدف لكل من صالح سليم وميمي الشربيني يقيمت بطولة كاس الجمهورية العربية المتحدة مرة واحدة في التاريخ دايما من الوحدة بين مصر وسوريا طبعا وتمت أنضيبها بين بطلاي الدوري والكاس في الأقليم الشمالي السوريا وبطلاي الدوري والكاس في الأقليم الجنوبي مصر شارك من مصر من مصر الأهلي عفوا والقناة وشارك من سوريا أهلي دمشق وأهلي حلب